تأملت في كويت الماضي فوجدت فيها اللآلئ والجمان واستعرضت بها المواقف الحسان التي برزت فيها القيم المثلى في أجمل بيان وألفيت دور التاجر الكويتي في بناء كويت الماضي بأمانته وصدقه وإخلاصه فأسميت برنامجي هذا التاجر الأسوة في كويت الماضي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم التاجر الأسوة في كويت الماضي حيث نقف مع إشراقات جميلة من تاريخ التجار الكويتيين فالتاجر الكويتي كان مصدرا للدخل القومي في كويت الماضي بحرا ومرا استنادا لما أسس النبي صلى الله عليه وسلم بدايات دولته الإسلامية على أساس من التنظيم والترتيب وحسن التدبير والاقتصاد ولقد فطن لهذه السيرة الكريمة حكام الكويت منذ البدايات الأولى للدولة فأسسوا المؤسسات ووضعوا القوانين التي تحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين ومن بين هذه القوانين قوانوني السفر والغوص أما قانون الغوص في الماضي كان عبارة عن أمور متعرف عليها لدى الغواصين وإذا حدث خلاف بينهم لا سمح الله فهناك بعض الأشخاص الخبراء في شؤون الغوص الذين يسمون السالفة يكون هؤلاء بمثابة الحكم ولجنة التحكيم يقبلوا جميع الأطراف بها وبأحكامها وهكذا ظل الأمر كذلك إلى أن تم تأسيس المجلس التشريعي الشهير في تاريخ الكويت وذلك في سبتمبر عام 1938 ميلادية وكان عمر هذا المجلس قصيرا ثم تم حله في شهر مارس عام 1939 ميلادية ويؤرق أهل الكويت هذه الحادثة ومشهورة عندنا إلى اليوم بسنة المجلس والمجلس التشريعي أراد أن يسن قانونا لتنظيم عمل الغوص ففي الثاني من أكتوبر عام 1938 ميلادية عين المجلس لجنة من نواخذة الغوص المعروفين والخبراء في شؤون الغوص وهم المرحوم راشد بن أحمد الرومي والمرحوم عبد الله بن ناصر بورسلي والمرحوم أحمد بن راشد النجادة والمرحوم سعود المظف والمرحوم علي البنوان فوضعوا هذا القانون الذي يتألف من 51 مادة تنظم التعامل بين النوخذة والبحار في جميع أعمال الغوص وحتى الأمور المالية وكل ما يتعلق بأمور الغوص والبحار ينظمها أما قانون السفر وهو المختص في الفصل في القضايا المختلفة عليها بين التجار في السفر قديما فقد صدر قانون آخر هو قانون السفر عام 1940 ميلادية يتكون قانون السفر من 61 مادة وقد أصدره حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في الثامن والعشرين من ربيع الثاني عام 1359 هجرية الموافق للرابع من يناير عام 1940 ميلادية وهكذا أخوات المشاهدين والمشاهدة يتضح لنا كيف كان التاجر الكويت مصدرا للدخل القومي في كويت الماضي بحرا وبرا وكيف أنه ساهمه بشكل كبير في بناء الوطن وكانت له يد عليا في تقدم الوطن كما يشهد تاريخ الكويت في الغوص والسفر أنهما كان مصدرين للدخل القومي للكويت في فترة مهمة من فترات تاريخها الاقتصادي كان يقسم للدولة من خلال الحاكم نصيبا مفروضا وكان يسمى لقلاطة والقلاطة للشباب الذين لا يعرفون هذا المصطلح أو للمشاهدين والمشاهدة غير الكويتين هي السهم فعندما ينتهي الموسم تعزل المصروفات وتحسب الأرباح ثم تقسم أسهما لنأخذ أربع أسهم وللمجدمي وهو رئيس البحارة سهمين ونصف وللمهن الرئيسية كالطباخ والنهام سهم ونصف كذلك قلاطة ونصف ثم لجميع البحارة قلاطة واحدة وهي السهم ويحسب الحاكم شخصية اعتبارية أي تحسب الدولة شخصية اعتبارية في حاصل السفينة الأمر الذي لو جمعت فيه أسهم كل السفن سفن الغوص والسفر لا وفرت الدخل الكبير للدولة وهذا ما نقصده عندما كنا نقول أنه أحد مصادر الدخل هو الغوص والسفر اليوم سنتحدث عن التجار من عائلة الرضان والميلم والخضير بأنهم يحفظون سمعة التاجر الكويتي إن حفظ السمعة الحسنة للإنسان المسلم ضرورة تستوجبها الشريعة الإسلامية قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام بأن يجعل الله سبحانه وتعالى له ثناء حسن وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء من بعده فأعطاه الله ذلك وهكذا كان جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وقد ضرب أهل الكويت الكرام أمثلة رائعة في الحفاظ على السمعة الحسنة للتاجر الكويتي خلاصة القصة التي سنقف عندها أن التاجر محمد الروضان رحمه الله كان جالسا ذات يوم مع رفاقه في السوق وكانت الدكاكين مجالا للالتقاء أشبه بالديوانيات النهارية مقابل الديوانيات المسائية وتوجه بحديثه رجل يوم من العيام طالبا من محمد الروضان أن يرد عليه آمانته التي تركها عنده وقيمته خمسة آلاف ربية وهنا أقف إخواني لأبين خلفية مثل هذا الأمر الذي حدث لمحمد الروضان والميلم والخضير وكثير من تجار الكويت أقف وقفه وأقول أن الحراك الاقتصادي في الكويت كان يعتمد على بعض التبادل التجاري بين الكويت وخارجها وكذلك بين مدينة الكويت وبرها فكان التجار من البادية يقدمون إلى مدينة الكويت ويبيعون إنتاجهم من الصوف والدهن والإقض واللبن فيرجعون بحاصل بيعهم عبارة عن بضاء يشترونها ولكن إذا زادت لديهم أموال وأحيانا كثيرة تزيد الأموال ليس لديهم خزاء ما نسميه التجوري وهو الخزنة الحديدية القوية الموجودة في دكاكين تجار الكويت فيطلبون من تجار الكويت تغطيتها وحفظها لديهم بحيث لا تكون عرضة للضياع في بيوت الشعر التي يسكنون فيها في بر الكويت الأمر الذي جعله تجار الكويت أشبه ببنوك أو فروع لبنوك كانت غير موجودة وكأنهم بنك يودع فيه هذا المال في الموسم ثم إذا حال الحول في الموسم الآخر يأتي هذا الرجل من البادي ويطلب هذا المبلغ عودا حميدا إلى القصة أن كان محمد الروضان اشتبه على التاجر البدوي أنه قد وضع المال عنده وفي الحقيقة لم يضعه عنده والبدوي لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة فلم يتذكر بشكل جيد من وضعه عنده أسقط في يد الرجل وألجمته الدهشة فقال له احضر غدا وصباحا تستلم أمانتك وذلك بعد تفكير سريع ولما جاء الصباح دفع إليه كيسا به الخمسة ألاف ربية وفي الحقيقة نقف هنا عند عبرة عظيمة استلهمها محمد الروضان وأمثالها من قصة يوسف عليه السلام من الدروس والعبر في المحافظة على السمعة الطيبة والدفاع عنها وسأقول لكم أخواني وأخوات المشاهدين ومشاهدات كيف حافظ على سمعته محمد الروضان ولكن نأخذ العبرة وكلنا يتعلم من خلال القصص القرآني أن يوسف عليه السلام سجن ظلما وزورا نتيجة عفته وطهره وأن امرأة العزيز دبرت له ذلك بعد أن رفض الوقوع في الحرار وإتيان الفاحشة لكنه مكث على إثر تلك المكيدة في السجن بضع سنين وعندما أتاه أمر الملك بالخروج من السجن لم يفرج ولم يفرح بالإفراج عنه بل طلب من رسول الملك أن يحمل رسالة سيده يطلب منه تحقيق الأمر الذي أوجب عليه السجن وحرصا على سمعته وبعد التحقيق ظهرت براءة وطهارة ونقاء سيدنا يوسف عليه السلام فعندما علم بذلك وحافظ على سمعته أمام الجميع وافق أن يخرج من السجن وهو مرفوع الرأس موفور الكرامة فهذا نبي الله يرفض الخروج من ظلمات السجن حتى تثبت براءته ويواجه الناس لذلك يا أخواني أقف مرة أخرى عند محمد الروضان الذي لم يرد أن يلوث سمعته لأنه يعلم أنه لو لم يعطي المال لهذا البدوي لكان عرضة لأن تكون مشكلة حافظ سمعته لأنه من الغد التاجر الأصلي الذي هو جاره والذي كان التاجر البدوي قد وضع عنده الأمانة سأل هذا البدوي عندما مر عليه وهو يحاول أن يصرف بضاعته من الموسم الثاني قال يا أخي لماذا لم تأتي وتأخذ الوديعة التي أبدعتها عندي من السنة الماضية الخمسة آلاف ربية فهنا ذهل هذا الرجل البدوي وأخذها مسرعا ومنطلقا إلى محمد الروضان قال له يا أخي لماذا أعطيتني هذا المال وهو ليس عندك ولماذا بارك الله فيك أعطيتني مالا من عندك قال لقد اشتريت سمعتي وحافظت على سمعتي وأعلم أنني لو قلت لك أنني لست الرجل الذي أودعت عنده المال فقد تظن أنني أخدعك ولذلك بصراحة اشتريت سمعتي بمالي فدبرت لك الخمسة آلاف ربية من عندي ومن عندي جيراني وأصدقائي على سبيل الدين حتى يفتح الله عليه وهذه حادثة يا أخواني حدثت لعبدالهادي الميلة حدثت لعبدالله خالد الخضير ومجموعة كبيرة من تجار الكويت الذين حافظوا على سمعتهم أخواني وأخوات المشاهدين ومشاهدات تاريخ الكويت حافل وسيرة التجار الأسوات في الكويت حافل كويت الماضي نقف عندها لنلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع إشراقات أخرى من هذه المواقف الطيبة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة